يقول السائل أنا معتمر قادم من مصر قضيت 15 يوما في مكة هل يجوز لعمل عمرة أخرى عند العودة من المدينة على اعتبار أن سفر المدينة سفر آخر غير السفر من مصر إلى مكة إذا كنت بتذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه هذا عبادة مطلوب الصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة لما سوى فإذا رجعت إلى مكة إذا فرغت من زيارة المسجد النبوي ورجعت إلى مكة تحرم من ذي الحليفة تحرم من أبيار علي من مقاتان المدينة وتأتي بعمرة ثانية زيادة خير نعم